السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة فيديو جديد هنعمل مع بعض منظم فيه ان شاء الله هيخدمك كتير ايام الدراسة وكمان ممكن تقدر تستخدميه في الدولاب بحاجة بسيطة ببسكت بصغير زي ده كده اما تواجدت عندنا في اي بيت ممكن تلاقي وان شاء الله هنعمل بفكرة كويسة جدا ودكور ممتاز حتى لو حبيت ان انت تحط البسكت ده في مكان مفتوح زي رف او حاجة زي كده او منظم مفتوح ممكن تقدري تستخدميه بمنتهى الشياكة وما تتكسفش خالص و تحط حاجة زي كده في الدولاب او في قضة الاطفال ده انا كنت باستخدمه فيه المطبخ بحطه فيه منظمات او منظفات لازايز وكمان كنت باستخدمه لاغطيات الحلل او علب التلاجة هستخدم كمان اه الخد ده وهتشوفه معي انا هزينه به ازاي او هغلفه به ازاي الحقيقة ده منتج تركي انا شفته في محل تركي جاهز اه بصراحة يعني كان غالي جدا وكان عبارة عن كمان اه زي نظام جردل او او دلو وشفت منه البسكتات ده كمان بس بالحجم كبير وكان سعرها غالي جدا فانا قلت خلاص انا نعمل الفكرة عندي في البيت وفي نفس الوقت مش هتكلفني حاجة بقرة الخد ده كنت شرياها من عند بتاع الموان اللي بشتري من عنده ادوات الدهان والحاجات دي اه كانت باثناشر جنيه اللفة دي اللفة دي ان شاء الله هتقضي وهياخد جزء من اللفة كمان جزء بسيط في اخر البوكس وهتشوفوه معايا في اخر الفيديو باذن الله منخلص انا هنا بلف الخيط بالشكل ده كده وبحط طبعا بسبت بمسدس الشمع مفيش غين عنه في المرحلة دي بعد كده مش هقطع الخيط هنزل به على الدور التاني على طول بالشكل ده كده في ملاحظة بسيطة كنت احب ان اقولها برضو لو عندك البسكت مكسور هينفع برضو للمرحلة دي والتزين ده هيجمده كمان وهيخلي متين معاك يعني مش شرط يكون الحاجة دي سليمة معي طبعا انا اخترت بسكت يكون لونه غامق بالشكل ده كده انا كنت جايباهم مجموعة بسكتات مع بعض كانوا حوالي ستة بس كان فيه الوان فتحة وكان فيه الوان غامعة فخليت الالوان الفتحة دي معايا الاستخدامات تانية مثلا في المطبخ واخدت الغامق ده علشان ان انا مش حاب شكله فهزينه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اولا انا هقلب بشكله تماما لمنظم تركي وفي نفس الوقت كمان زي ما قلت لك حاجة تشرف ان انت تحطيها في اي مكان مفتوح لان انا عندي منظم بالخشب عملاه لقلت الاطفال حتى فيه الكتب بتاعتهم ومنظمها فيه فحاب ان انا استخدم ده فيه لانه طبعا مفتوح وبيبان معي مش عملاه بنظام ادراج عملاه بنظام ارفف بس هنا الايد هغلف حواليها بالشكل ده كده لان انا مش هقص غير لما اجي اعمل الدور اللي بعده بس احاول ان انا سبت بالشكل ده كده الخيط على الايد وهلفها عليها من بره بحيس ان انت لو حبيت ان انت تسحاب منها اه المنظم كله اه تقدرها تسحاب بمنتهى البساطة وبمنتهى السهولة لو بتشوفي قناتي الاول مرة اتمنى انت تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلت كل جديد منها واتمنى ان انت تشير الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس اه كمان اه هنا انا بحاول الف الايد بالشكل ده كده اهو هتشوفها معي ما انا بسبتها كويس بالشكل ده وبعد كده انا هسيب برضو الجزء ده اصوره معكم اه تعرفوا انا مثلا يعني لما اجي اقابل الايد بعد كده انا هعمل فيها ايه على فكرة هو بياخد وقت شوية يعني مش هقولك ان هو آآ بتعمل بسرعة او بيحتاج آآ ما بيحتاجش وقت لا هو بيحتاج وقت وانتي لو انت حاب ان انت تعمليه علشان ما تكونيش زه انا وانت بتشتغلي فيه آآ اعملي شوية ومسلا اعملي شغلك او اعملي اي حاجة تانية وبعد كده ارجعي له. هو خات بالزبط مني شغل حوالي ساعة ونص ده طبعا يعني لو انت حتى ان انت هتعمليه على فترات آآ هيبقى النتيجة بتاعته النهائية شكلها حلو جدا وهترضيك بازن الله وفي نفس الوقت هتتحدي كل الاسعار اللي موجودة برا لآآ لحاجات زي كده والخامات زي دي الاحبال دي انا ما بلقهاش غير عند الناس لزي ما قلتلكم اللي هما بيبيعهم المون والحاجات اللي زي كده ومستلزمات الزراع والكلام ده كله فيه منه آآ شكل تاني ان شاء الله هنعمل بفكرة تانية ادخل من ده وبازن الله هصور لكم فكرة المنظم اللي انا عملته بالخشب ببواقي خشب كانت عندي وخشب عادي خالص هنغلفه مع بعض ان شاء الله وهوريكوا البسكتات دي انا حطها في ازاي هنا بقى انا جيت عندي اليد اهيه طبعا لو انا لفيت الخيط طبعا اليد كده هتطر ان انا امشي بنفس النظام طول البسكت من اول و الاخر هاخد مني كمية خيط كبيرة وفي نفس الوقت كمان الشكل النهائي مش هيكون حلو فانا باضطر هنا من ناحية الايد ان انا قص الخيط بالشكل ده كده وكمان آآ هاجي من عند الطرف التاني وهسبته من بدايته هنا ده بالشكل ده معي اهو هاجي من عند الطرف التاني كده وهسبته من البداية من ناحية التانية اهي من هنا كده حبيت ان انا اسيب لكم الشكل ده كده او الطرف ده كده موجود آآ علشان والجزء ده ما ما يعني ما عملوش تسريع او حزف من الفيديو علشان تشوفوها معي انا بعملها ازاي برضو باجي لغاية اليد من النحية التانية وبافصل الخيط خالص وبعد كده بسبت وهبتدي طاق تاني ببداية الخيط من النحية التانية بالشكل ده كده وانت برضو بتشتغلي في حاولي ان انت بقدر الامكان ترفعي الخيط لفوق وتزوقيه على اللي قابله كويس جدا علشان المسام تقدر تتحكم في ها يعني انا كنت بزوقه كويس قوي ومع ذلك كان فيه مسام بينه معي هنا خلاص انا خلصت النحية اللي عندي اليد وبقيت بقص الخيط خلاص ما عدش فيه مجال لقص الخيط بعد كده وهيبدأ الشغل تاني يستقيم معايا في البسكت بالشكل ده كده حابة ان انت تعمليه بافكار كتير ما فيش مشكلة حابة ان انت تزييني نص خيش ونص خيط برضو ما فيش مشكلة قدامك حلول كتير بس انا الحقيقة حبيت منظر الخيط لانه فاتح وفي نفس الوقت شكله حلو جدا وهيدي قيمة وقيامة شوية ليه البسكت ده يعني لما تحطيه في الدولاب او تحطيه على رفع عندك بالطريقة اللي محتوط عليها الخيط دي مش زي ابدا لما تحطيه بالطريقة البلاستيكية دي وطبعا دي مناسبة للمطبخ اكتر حتى لو انت حابة ان انت تحطيه على المطبخ فوق التلاجة مسلا اه تحط فيه او تنظم فيه حاجة هيبقى حلو حابة ان انت تحطيه في التواليت ورضو هيبقى جميل هنا الخيط الاولاني خلص معايا اللي هي البقرة الاولانية اللي هي كان سعرات 10 جنيه طبعا الجزء ده كان منتهي فيها لان انت هيقابلك مشاكل في الخيط ده برضو بالطريقة دي فكل وقت ممكن انت تلاقي فتل زي دي كده فانت تقصيها بس ده كان شكلها مش حلو خالص فانا قصتها وعندي خيط كان باقي عندي من الصينية لانا كنت زي انتهى بنفس الخيط ده ان شاء الله هسيب لك الرابط بتاعها في صندوق الوصف باقي معايا من الصينية انا هاشتغل بيها وهكمل بيها باقي البوكس يعني يقول ان هو اخد معايا بكرة ونص بحوالي مثلا اه 16 جنيه بالزبط في بوكس تاني كنت انا عملته اه في القناة بوكس توركي وكنت عاملا بالخشب ان شاء الله برضو هسيب لك الرابط بتاعه في صندوق الوصف ده كده منظر البوكس لما خلصته سبت الخيط ده ما اقطعتوش لسبب واحد بس ان انا زي ما انتوا شايفين هعمل منه دي كور بسيط بدل ما استخدم ورد تاني وعملنا الورد بطريقة كتير يعني في القناة وعملنا تزيينات كتير بالورد فانا قلت خلاص ان انا هغلف الباسكت من بره او هزينه بنفس نوع الخيط اللي انا عملها بجيب الخيط وبلفه بالشكل ده كده بمنتهى البساطة ممكن نتلف معايا ما تبيخدش وقت خالص لأ المرحلة دي ما بتخدش وقت فعلا يعني اه بعد كده بتلفه كويس قوي عليه اهو بشكل مبروم كده زي ما يكون انا عملت وردة بس وردة مدورة هنا كمان اعملت فوق اهو آآ جبت الجزء اللي فاض معايا من الخيط وعملت من هنا دايرة ومن هنا دايرة وبعد كده هكمل بقية التزيين عليه والخطوة دي كمان هعمل عليها يعني بدل ما خليه كله مثلا اوفوايت في اوفوايت كده بالشكل ده كده هحط عليه آآ خيط من الخيش وهلفه بنفس اللفة دي بس هتدي يعني ايه هيكون اصغر شوية وهيدي آآ شكل معايا وهلفه بنفس اللفة دي زي الحلزوني كده بس طبعا هقلله عن الابيض اللي تحته ومش هخليه كتير دي اول لفة انا عملتها هي بعد كده هتشوفهم اللفة كلها كاملة معايا كون شكلها هعمل ازاي ده الشكل النهائي اللي انا عملتو ليها وكمان هقص بعد كده الخيط الخيش وهسبته بمسدس الشامع بالشكل ده كده هعمل كمان شكلين النحيا دي والنحيا دي بنفس الطريقة بتاعة الخيط وده الشكل النهائي بتاعه معايا اهو ده الطريقة اللي انا عملتو بيها النهاردة اه تقدر ما تستخدميه في الدولاب وتحط فيه ده اه دي مش الخد دي الخدديات مش اكياس المخدة اكياس المخدة انا بحتفظ فيها بيها في طاقة السرير عادي انما الخدديات علشان ما تكالكعش معايا التطبيقة بتاعة الميليات انا بحطها في بسكت زي ده كده كمان في فكرة تانية ليه ان انت لو حاب تحطيها في التواليت وتحط فيه مسلا مجموعة من الفوت مفيش اي مشكلة خالص حابة ان انت تحط فيه اه رولات المناديل برضو في التواليت ما فيش مشكلة دي كمان فكرة ان انا حطيت فيها الكتب بتاعة الولاد اتمنى الفكرة تعجبكم استوضعكم والله لازل اتضيع وضعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته